إن شاء الله نسعد كلنا يوم الجمعة بإذن الله بالمناسبة باكيتا كان من كان لي تصريحات عن وجهة النادي لأهل يوم الجمعة اللي جاي قال نحن لا نخشى أي منافس نحن شباب بلوزداد سنحترم جميع خصومنا يجب أن نفوز وسوف نتعامل مع كل مباراة على حدة لأن أمامنا رحلة طويلة وأضاف فؤال إحنا يعني ما معناه أن إحنا جاهزين اللعبون يدركون المهمة التي تنتظرهم في عدية المسابقة مقتنع أن اللعبين سيقدمون أفضل ما لديهم وسيرفعون من مستواهم ونأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي للتآهل للمرحلة المقبلة والهياء الجزء ده من تصريحاته أو العبارة الأخيرة دي بصفة خاصة في ناس شفت أن معناها إلى حد ما أن هدفه يعني من خلال هذه المباراة هو التعادل فيعني لازم طبعا نخلي بالنا أن العبية الفريق المنافس كلهم جاهزين لهذا اللقاء ومعندهمش بالمناسبة معندهمش غيابات زينا بس إن شاء الله يعني كالعادة احنا أدىها أدود بإذن الله خلينا نتكلم برضو عن مكيتا شوية لأنه عنده بعض اللعيبة اللي بيعتمد عليهم شكل كبير عندك مثلا ميزيان عندك رقوفة بين غيث عندك كتير من اللعيبة الأقوية ويمكن أربع لعيبة كمان بالنسبة لشباب لوزداد اللي فعلا تقدر تقول عليهم يتقلق منهم شوية لأنهم عندهم برضو قوة هجومية أو في الهجوم بنسبة كبيرة